سيدي هذا سيدي مبارك العماني كان هو عاصر الوالد سيد سيد عاشم السيد احمد رفاع هنا عند قبره كان هو بالستينات هو عظوم السامة ووزير بلد والبرق والهاتف وزير الدولة ورئيس البلدية التخطيط المناقصات الجنسية واسسين دولة الكويت مع الشيخ عبدالله السالم وشيخ عبد جابر وغيرهم وشيخ سيد عبدالله جابر العلي والامراء شيخ جابر لحمد سعد العبدالله السباح السالم وهو كان يشتغل عند بيت سيد عقوب السيد يوسف سيد عبدالله رفاع بالعدالية هو مع عبدالله الشامس يدزيت لك فيدوه يالي كويت من الخمسينات عن طريق البحر سولف انت تابع فيدواتي بالموقع دزلك اياهم وبعدين هو هو صاحب الكرام ان شاء الله مدفون هنا في مقبر السلامي خات فاتحة لو روح وروح لوالي السيد وساشم السيد احمد الرفاع والسيد عقوب السيد والرفاعي وادتنا مريم اللي هي زوجة سيد عقوب عمتي مريم كانت تحبه وحبه وعايشة زوجة اللي الحم موجودة تروح وتريد على اعمان فاتحة جاسين محمد والسيد مبكر عمره وثمانه والحسن سيد احمد الرفاع عبدالقادر القنام بده وده سوق الشادل يا استاذ الصفحة الرفاعيين ما حلو حلو ثمان ولينا من ان شاء الله نحصر صورته هو كان اذا يجي دوال والد من منصورة يقول عمبي يعقوب اذا شاف الشجرة ما ترفع يمسوا الواد قام يطق على شسمه يطق على الطوفة ويا لحال وراح مع اخالي حامد يسؤلف يقول عن سيدنا البدوي نفس الشيء جال الحال وطردهم قال لما السيد دير البدوي يقولوكم طلعوا برة ومرة في حضرة حوالي فلسطينيين هنفرك المسباح براسهم ويعني عنده احوال صوفية ومحب للجميع رفاعي القيلاني البدوي الدسوقي العيد الروس سقاف الهدار القيلاني البدوي نقش